مقالي ومقاله غسيل أموال في الأهل فجأة يتعمل هاشتاج صفقات الخطيب غسيل أموال ويبدأ بقى النفخ والدفع وكأن الأهل أمره مش معلن يطلع حد يقولك هو الأهل يجيب فلوس منين للصفقات دي فلا يفتأ ورئيس شركة الأهل نفسه موجود الأهل يجيب الفلوس منين المشهد اللي انت ابتدت به الراعي للتعليم الجديد قيمة الرعاية بتاعتك قيمتك التسوقية المشهد اللي بعده هو أنت تسوق لفروع النادي الأهلي وطريقة الاشتراك ده المدخل الجديد حركة خروج ودخول اللعيبة البطولات وجوائزها البطولات وجوائزها ما دلس عايز أقول عشان كان برضو فيه ناس عمالة تقولك أنت عمالة تصرف الملايين دي كلها تم أنا بدخل ملايين مثلا لكن هو مش عايز يشوف أصلا هو لو شاف حيتخض هو خايف نقش بموضوعية لا يصدق ولو أصدق حينكمش وانتهي لأنه حيعيش إزاي من غير ما دور المظلوم هو دور المظلوم أوجده على الساحة وبرر له كل الإخفاقات التي تحدث ولكن أنه هو يعمل ما بنشوفش شغل إحنا عايزين الناس كلها تنجح يا عم إحنا بنقولك إحنا بنعمل كده أعمل كده خذ هذا النموذج وتحرك به أو ما تتحركش أنت حر أنت حر بقى هو النادي الأهلي من أول نادي عمل إعلان على الفنهلة النادي الأهلي الأندية كلها بتعمل إعلانات على الفنهلات بس بجمود الإعلانات على أصوار الأندية ما تعملوا أفكار التسويق كتير ياشيدي اشتغل اينما انتم يعني استمرأتم الشكوى وان حد يديكم وانا دايما اقول اعطي السائل شبكة ولا تعطيه سمكة السمكة عاكولة جيلك تاني يقول في سمكة بتاعت النهاردة يا عم خده روح استاد استاد مية استاد مية او ما تستادش موت مجوع انت حر معك شبكتك انا ديتك وسيلة انك انت تقدر تجد قوت يومك استغلها اندية قليلة التي بدأت تعي هذا الامر وادر يعني انا موسوط جدا من نادي التحس كنداني موسوط جدا من نادي سموحة موسوط جدا من اندية اخرى مش قادر اخش في في الكور بتاعه في قلب الادارة لكن شايف في اندية عارفة تصرف امورها مالية عارفة انا ما بحصرش يا جماعة عشان ما تقولش ونادي كذا ونادي كذا مؤكد انا لو عايز احصر حاعد ادرس اوضاع الاندية واقولك مين الاندية طبعا الاندية اللي هي بتمثلها شركة بتمثل شركات او يعني مثلا تقول سيراميكا كلوباترا ما هي بنت مؤسسة لشركة كبيرة عملاقة احنا مش كنا في اليابان وشوفنا النافق اللي مكتوب عليه اهداء من سيراميكا كيلوباترا وعلينا اكتشف ان اكبر مستورد للسيراميك في العالم اليابان من مصر من كيلوباترا يعني اذا دي شركة مستقرة عملت فريق كورة يخدم عليها رائع هو ده شركة تانية ممكن بقى ايه بقى ده ما تعمل فريق كورة تروح تستحوز على او تعمل مرياج زي ما بقوله تزاوج مع فريق شعبي ومحتاج دعم هتلاقي هتلاقي الاسماعيل وحتلاقي اه 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 المحلة وحتلاقي الاتحاد وحتلاقي اندية شعبية محتاجة المنصورة وحتلاقي هتلاقي اندية شعبية كتيرة محتاجة هذه اه العلاقة ووفر وفر على نفسك سنوات المحاولة الصعود لو استطعنا نفكر صح وعملنا العلاقات صح و وصدقنا ان احنا لازم نجرب افكار جديدة هنقدر نحل المشاكل كتير جدا لكورة مصرية يا سيد المهال طيب غسيلة اموال في الاهل المهانس عدلي قال لكم جانب كتير من روافد الاموال في النادي الاهل اللي بتيجي الزعي النادي عنده اربع فروع بكل ما في العضويات من عوائدها نادي بحق استجلاب العضويات كمان استجلابها واشتراكاتها نادي فيه هذا العدد الكبير جدا من الرعاة اللي مازالوا كل يوم بيزدادوا نادي القيمة السوقية بتاعة فريق الكرة فيه هي الاعلى في افريقيا وديكم شوفت اربع وتلاتين وكسر مليون يورو دي قيمة السوقية لفريق الاهل لكرة القدم فقط وديكم شايفين حجم البطولات اللي الاهل بيشارك فيها وعوائدها وجوائزها ومع هذا كان الكابتن صالح سليم الله يرحمه من فرط حرصه وحساسيته على سمعة الاهل وسورته يقولك اي عضو عنده اي ملاحظة على الاداء المالي للنادي الاهل يتفضل لروح النيابة واكتر من مرة كان في الندوات يقول كده روحي عم اشتكيني في النيابة خلي النيابة المختصة هي اللي تيجي تحقق معايا تشوفني انا فعلا غلطان ولا انا محافظة على النادي ما يجوز ان انا عندي اخطاء فتساعدني على تصلحها او على اكتشافها لكن القاء الاتهامات جزافا دي مسألة يعني اولا مغرضة جدا جدا وسيئة جدا ليه ما ظنش ان في نادي في مصر الموقف المالي بتاعه اوضح من النادي الاهلي وما ظنش ان في شفافية في الاعلان على الموقف المالي مع كل ميزانية مع كل جمعية عمومية زي النادي الاهلي فيه انديها جماعة بقالها سنين ما عملتش ميزانية فيه انديها كتير الموقف المالي بتاعها بيعتمدها يئم الوزارة وفي الاخر ما بتعتمدهاش وبتبعتها للجهاز المركزي يسجل عليها ملاحظات وما حدش بينفس حاجة فيه انديها منافسة كده الموقف المالي بتاعها متراكم بقولكو يا صعب جدا ان انت تتبص فيه وتلاقي اللي في الحجز والمحجوز عليه والمحجوز منه واللي محجوز فيه حاجات كتير قوي النادي الاهلي الموقف المالي بتاعه اظنه الاوضح في مصر والمنطقة العربية ميزانية واضحة جدا وفرية الكرة واضحة جدا وعوائدها ونظامها واضح جدا بكل شفافية باشموندس هو احنا مين اللي عمل ينادي بتطبيق الشفافية المالية وسلامها المالية والاتعادة دولة ينادي بايه مش عملين نقوله نظافة المالية وشفافية المالية من ان تأتي اموال وقلتلك وقلتلك ان كرة القدم مادة خصبة لغسيل الاموال والمراهنات والباب السري لتهريب الاموال مش قلتلك كذا الكلام والاهل هو الذي ينادي ما اتطبقوا ما اتاعتوا الاناة